تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من صاحب المعالي المشير الركنى شيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين رفع فيها إلى سموه أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلوان وجائزة روليكس لسخير الكبرى للفورميلوان 2020 وأعرب معالي المشير الركنى شيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في برقيته عن فخره واعتزازه بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في تحقيق هذا النجاح في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها الانتشار العالمي لجائحة كورونا وأشاد معاليه بكفاءة الجهود التي بذلت في إعداد هذه الفعالية وإخراجها بهذا المظهر المشرف لتظل البحرين امتدادا لتاريخ عريق من العطاء والإنجاز دعين المولى عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في كل ما يبذله من جهد طيب ومبارك لتعزيز مكانة البحرين على كافة الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة